يبحث المسؤولين بالنادي الإسماعيلي موقف التونسي نور الزمان الزاموري قلب ادفاع الفريق الأول لقرة القدم بعد أن تقدم بطلب رسمي لفسخ تعاقده لعدم استلام مستحقاته المالية منذ انضمامه للنادي في صفقة انتقال حر قادما من نادي الصفاقس التونسي خلال المركاتو الصيفي الأخير وكان مجلس الإسماعيلي برئاسة يحي الكومي فوجئه بقيام نور الزمان الزاموري اتخاذ الإجراءات القانونية التصعودية بإرسال سلاسة انظارات للنادي عن طريق وكيل أعماله انتهت مهلتها الأحد الماضي يطلب صرف مستحقاته المالية حتى لا يضطر لفسخ تعاقده بعد الرجوع للاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا ويخشى المسؤولين بالإسماعيلي من تكرار سيناريو لسعد الجزيري ويعود على النادي بغرامة مالية كبيرة تقضي بها فيفا لمصلحته ضد النادي اشتركوا في القناة